طيب النهاردة فيه دوري أبطال الأوروبا دور الستاشر منشستر سيتي التهم ليبزيك التهمه هو بصراحة مش منشستر سيتي اللي التهم ليبزيك هو هالن اللي التهم ليبزيك خمس أهداف لهالن في هذه المواجهة وهدف لجندجان وهدف لديبروينا خمس أهداف في مباراة واحدة سجلهم هالن سجلهم في ستين دقيقة بالمناسبة يعني ما سجلهمش في المباراة كلها في ستين دقيقة كان جايب خمس أهداف في ليبزيك الألماني وساعد طبعا مانشستر سيتي عن هذا الدور وبورتو انتر خلصت المباراة بالتعادل السلبي طيب أرقام هالند التاريخية في مباراة لايبزيك بدوري أبطال أوروبا تعالوا نشوف أرقام مش طبيعية يلا هو مش طبيعي أصلا هو كائن مش طبيعي بصي يا أخي شكله عمي يعني صعب يعني أصبح أسرع لاعب يصل إلى 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ خلال 25 مباراة فقط متخطيا طبعا الأسطورة رودفان نيستر روي الذي وصل إليهم في 36 مباراة أصغر لاعب يسجل سوبر هاتريك أو أكثر في مباراة واحدة عبر تاريخ دوري أبطال أوروبا 22 عاما و236 يوما إيه ده؟ ما يعمل إيه بعد كده؟ ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بأدوار خروج المغلوب بعد لونيل ميسي أمام باي الليفر كوزين في 2012 وأول لاعب يسجل 11 هدفا في أول 8 مباراة له في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا باستكتب 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 باستكتب